تنفيذا لتوجهة الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل مطار القاهرة الدولي طائرة قادمة من بولندا وعلى متنها 174 راكبا والتي تم تخصيصها لعودة المصريين المتواجدين في بولندا إلى أرض الوطن وذلك بعد أن عبروا الحدود الأوكرانية إلى الدول الأوروبية المجاورة بعد الأحداث الروسية الأوكرانية وقد خصصت تأدارة الحجر الصحي في مطار القاهرة طاقما طبيا لفحص الركاب وإجراء التحاليل لمن لا يحمل شهادة تطعيم ضد فيروس كورونا ومتابعة حالتهم الصحية